لحظة وصول الفنان عبدالباصد حمودة صحزة أصول الفنان عبدالباصد حمودة إلى عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية لحظة وصول الفنان عبدالباصد حمودة إلى عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية زي ما حضراتكم مشايفين الفنان عبدالباصد حمودة من داخل عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية جميع وتلقى المتعيد من داخل عدوية من داخل عبر غير معزاء زوجة العبدالباصد حمودة حضر العزاء اليوم كل من الفنان عبدالباسط حمودة والفنانة لقاء سويدان بالاضافة لفنانة شيري عادر يقوم العزاء اليوم من مسجد حسين الصدقي بالمعادي تم تشييع الجسمان من مسجد السيدة نفيسة زي ما احنا شايفين الفنان محمد عدوية في حالة حزن ودأسر شديد حزن على والدته ونيسا عاطف اللي كانت رفيقة ضرب ورحلة كفاح الفنان القدير أحمد عدوية واللي كان بينهم قصة حب لطيفة جدا كما يقول بدأت بمعاكسة وانتهت بزواج موسيقى 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 الوفاء حدثت بعد صراع طويل مع المرض رحمه الله واسكنها فسيح جناته وقالها ما أهلها وزويها الصبر والسلوان حضر النهاردة ليه العزاء من أوائل الحاضرين الفنانة القاء سويدان والفنانة شيري عاطف وطبعا الفنان الشعبي القدير الفنان عبدالباصد حمودة واللي تصدر الترند في الفترة الأخيرة بعد إعلانه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز طبعا الفنان أحمد عدوية ما حضرش العزاء النهاردة بسبب ظروفه وحالته الصحية كان الفنان أحمد عدوية من أشهر المطربين جيله في الفترة الزمنية اللي اشتهرت فيها العديد لي من الأغاني اللي كانت كلماتها مختلفة ومميزة فهو كان دائما وأبدا ما بيحرص على انتقاء الكلمات المختلفة اللي بيتغنى بيها علشان يترك بصمة وأثر في أزهان كل اللي بيسمعها وده اللي حصل بالفعل قدر أنه هو يسيب قرس كبير من الأغاني الشعبية اللي بتعبر عن ثقافة الوقت ده دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية طبعا دكتور أشرف زكي دائما وأبدا ما بيحرص على تقديم الواجب في مختلف العزاءات والجنازات لمختلف الفنانين والفنانات يعني للناس اللي نستطيعين معنا اللايب احنا مجدين مع حضراتكم من داخل مسجد حسين صدقي وبالتحديد من أمام عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية رحمه الله وسكنها فسيح جناته وهي ونيسة عاطف بحضور كل من مقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ويعني كبير وله ما له من غاني شعبية مميزة وهو الفنان القدير عبد الباصد حمودة بالإضافة للفنانة لقاء السويدان والفنانة شيري عاطف جميع هؤلاء النجوم جاءوا اليوم لسقديم الواجب للفنان محمد عدوية وهو طبعا غني عن التعريف الفنان أحمد عدوية لم يحضر للعزاء نظرا لظروف حالته الصحية تم تشيع البثمان من مسجد السيدة نفيسة بحضور الأهل والأصدقاء ولم يحضر أي من الفنانين أو النجوم للجنازة سوى الفنان حسام حسني صاحب أغنية أشهر كل البنات بتحبك كل البنات حلمين دي كانت أشهر أغنية للفنان حسام حسني وهو أيضا من أصدقاء النجم الشعبي الكبير أحمد عدوية اللي كان دايما زي ما قلنا غني عن التعريف بأغنية الشعبية اللي كانت مختلفة كل الاختلاف عن كل الأغاني اللي كانت بتقدم في الفترة الزمنية دي كان كل الأغاني اللي بتقدم في الفترة الزمنية تميل إلى الكلاسيكية أكتر زي الأطلال ولكن جهت الفنان أحمد عدوية وفاجئ الجنهور بلون جديد من لون الغنى الشعبي مهلا بنتockت في الفرنان أحمد عدوية مفتيلة عش spanning. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر